القسم الثالث من أقسام الماء الطهور الماء الطهور الذي يتغير بالنجاسة أولا تعريف النجاسة قالوا النجاسة كل عين يجب تطهر منها ثانيا الماء الطهور يقسم إلى قليل وكثير وهذا التقسيم حتى إذا وقعت النجاسة في القليل فإن لم يتغير يصبح نجسا وأما الكثير فإنه لا ينجس حتى يتغير ويقالوا الكثير ما بلغ القلتان فالكثير من الماء الطهور عند الفقهاء ما بلغ القلتين فأكثر والقليل أو اليسير ما كان دون القلتين والقلتان تثنية قلة والقلة مشهورة عند العرب وهي الجرة العظيمة وقيل أنها تسع كربتين ونصفا تقريبا وبالرطر العراقي قالوا خمسمائة رطر العراقي وأما باللتر فهي تساوي مئة وستون لتر دليل من ذهب إلى تقسيم الماء إلى قليل وكثير استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وجه الدلالة قالوا أن الحديث نص على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث والمفهوم منه أن ما دون القلتين يحمل الخبث وأنه ينجس بمجرد وقوع النجاس فيه سوى تغير أو لم يتغير والجواب قال ابن عثمين رحمه الله والجواب عن هذا أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت وأنه مضطرب وضعفه كثير من أهل العلم وعلى فرض أنه صحيح فإنه دل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخبث وهناك أحاديث أخرى تدل بنصها على أن الماء لا ينجس ودلالة المنصوص مقدمة على دلالة المفهوم كما هو عندها الأصول الأمر الثالث الماء الطهور إذا خلطته نجاسة النجاسة التي يتغير بها الماء الطهور إما أن تكون بول الآدم وعذيرته أو غيرها من النجاسات كالدم والميت والكلب ونحو ذلك فهنا حالتين الحالة الأولى إذا خالطت الماء الطهور نجاسة فغيرته فهو نجس باتفاق العلماء إذا خالطت الماء الطهور نجاسة فغيرته فإنه نجس سواء كان الماء قليل أو كثير وسواء كانت النجاسة بول الآدم وعذيرته أو غير ذلك من النجاسات وهذا أمر مجمع عليه الحالة الثانية إذا خالطت الماء الطهور نجاسة ولم يتغير ففي هذه المسألة أقوال القول الأول وهو المذهب عند الحنابلة وقد فرقوا بين الماء القليل والكثير وبين نجاسة الآدم يعني بوله وعذيرته والنجاسات الأخرى فقالوا إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين فإنه ينجس مطلقا تغير أو لم يتغير وسواء كانت النجاسة بول الآدم وعذيرته أم غيرها من النجاسات أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدم وعذيرته وبين سائر النجاسات فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدم وعذيرته فإنه ينجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه فإذا شق نزحه كأن يكون بير أو بركة لا يستطيع أن تنزح وقد زاد على القلتين كثير فإنه حينئذ لا يتغير فإنه حينئذ يعفى عنه أي لا ينجس لعدم القدرة على النزح فالمعتبر بالنسبة عندهم لبول الآدم وعذيرته هي مشقة النزح فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور وإن كان لا يشق نزحه فنجس بمجرد الملاقة أما بقية النجاسات الأخرى غير بول الآدم وعذيرته فقالوا المعتبر القلتان فإذا بلغ قلتين ولم يتغير فطهور وإن لم يبلغ القلتين فنجس بمجرد الملاقة ومثلوا على ذلك هذه من الأمثل التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله وبالمناسبة قد اعتمدت كثيرا على كتاب ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع مثال ذلك رجل عنده قربة فيها ماء يبلغ هذا الماء القلتين فسقط فيه أو سقطت فيه نجاسة ولكن الماء لم يتغير لا لونه ولا رائحته ولا طعمه فنقول الماء طهور أما إن كان أقل من القلتين فإنه نجس حتى وإن لم يتغير مثال آخر غدير لو في غدير أو بركة من الماء فيه قلال كثيرة فبال فيه شخص ولو نقطة واحدة عند الحنابلة إذا كان يشق نزحه ولم يتغير فإنه يكون فإنه يكون إذا لم يشق نزحه ولم يتغير فإنه يكون نجس فإن شق نزحه وكان كثيرا ولم يتغير فيكون طاهرا ما هي الأدلة على هذا استدلوا على أنه إذا بلغ الماء قلتين ولا ينجس إلا بالتغيير بقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالأول أن الماء طهور لا ينجسه شيء يشمل ما وصل أو ما بلغ قلتين فأكثر والماء إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني بمفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث وإن لم يتغير واستدلوا على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجسات بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يقتسل فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول ثم الاقتسال وهذا عام لكن عفية عما يشق نزح الماء عنه كما ذكرنا القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذيرته والمائعات الأخرى من النجسات فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دون القلتين ينجس بالملاقاه القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميا وأيضا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقا يعني إلا إذا تغير إذا تغير الماء نجس أصبح نجس وإذا لم يتغير فإنه طاهر سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين وسواء كان النجاس بول الآدمي وعذرة أو غيرها من النجسات قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا هو الصحيح يعني الصحيح في هذه الأقوال أو الراجح في هذه الأقوال أن الماء الطهور إذا تغير بنجاسة فإنه نجس سواء كان قليل أو كثير وسواء كانت النجاسة بول الآدمي وعذرة أو غيرها وإذا لم يتغير فإنه طهور سواء كان قليل أو كان كثيرا قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا هو الصحيح والراجح للأثر والنظر فأما الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله سبحانه وتعالى قبل ذلك حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله به وقال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فقوله إنه رجس معللا للحكم دليلا على أنه متى وشهد وجدت الرجسية ثبت الحكم ومتى انتفت أنتفى الحكم فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء بمعنى أنه إذا وجدت النجاسة في الماء فهو نجس وإذا لم توجد النجاسة في الماء فهو طهور ومن حيث النظر فإن الشرع الحكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث فمتى ما وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد في شيء فهو طهور فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ترجمة نانسي قنقر